البنات بغيتوا تطولوا لي الشعير ديلكم بغيتوا تعالجوا لي التقصف بغيتوا ترطبوا لي الزغبة شعر ديلكم خاشين ومتقصف اليوم اجبت لكم احسن وصفة للقضاء على هاد شي كامل بواحد المكون معجيزة ما شاء الله اللهم بارك فيه واللي هما اوراق الغار اولا اوراق سيدنا موسى لعلاج جميع المشاكل ديال الشعر اوراق الغار ديما كان باغتاجهم معاكم ديما تقول لكم زوينين جي حاجة اللي افكاس اي وحدة كتتعاني من الشعر اللي كي تساقط كل ساعة الشعر اللي كله فراغات الشعر كما تقولوا ما كتتدوش فيه المشطهية هاديك بغيت يتحسلي على شعر مسبسب وحريري اليوم اجبت لك الحلو اللي كانت زرباني سبحانه وتعالى اللي غادي يعارج لك جميع المشاكل وجميع العيوب في الشعير ديالك اليوم ماشي صبغة اليوم ماشي خلطة اليوم ماشي وصفة بالبيض لا وإنما وصفة اليوم عبارة عن سائلة او لا كي مساء قولوا محلول غادي ترشيه لي على الشعير ديالك وغادي يجيب به الله تسير الحمد لله يعني في حالة الهميزة هادو بزات ملكم كتلبوني اليوم تقول لي عفك ما باقتجي معانا شي حاجة ليه ناجحة مليون في المية بخصوص علاج تقصف والجفاف وبالمناسبة لبنات راك نخلي لكم الغزولة دائما في البداية ديالا فيديو على جنب باش هكذا تشوفوا النتيجة على عينيكم يعني تشوفوا مصداقية الوصفة وش في علا نزوينة او لا لا المهم البنات نتمنتنا الاستحسان ديالكم كذلك حبيباتي نتمنتنا الاعجاب ديالكم واهم حاجة هو التجريبة يعني بلا تجريبه را ما كنت تشي حاجة خطبا لكم الوصفة مثلا ساهلة واقتصادي ولكن لما مشيتوش جربتوها ما غتتأكدوش وش في علا الوصفة عدها مصداقية ولا لا فالله يعطيكم صحة انتم اللي كتشوفوا في يدها باحي دعو لنا العقز ونضو جربو لاغسات ونضو علينا في التعليقات وكذلك يا حبيباتي بالنسبة لناس الجدد مرحبا والف مرحبا وحتى بالناس القدامة ليه هو لك انتم اول مرة كتشوفوا لاشان ما تنسوش تكبسوا كبسة الاشتراك وتفعلوا زي الجرس لكي ستوصلوا بكل ما هو جديد وخلوا لنا تعليقات ديالكم اقتراحات ديالكم الاستفسارات ديالكم شنو ما اللي سيجيوا للموضع اللي تبونين نتكلم عليهم ولا فيهم ان شاء الله في الفيديو الماجهين انا راه الاشارة ديالكم في اي سيجيوا في اي موضوع نتكلموا عليه على الرسول العين حبيباتي وكذلك ما تنسوناش بالوصفات ديالكم الطبيعية اللي كتستخدمون توما اللي عندكم بحالة كده شي وصفة نغيب الاحشاب مثلا طبيعية درهم درهم من كل حاجة كتقاملك بخمسة ديال الدرام كتعلجي بها شعية ديالك وحتى البنيتة ديالك ولا الوليد ديالك ولا ابنائك كاملين كتتلليف فيهم وكتترجع لك اللي معانو وكما تنقولو الاشراقة الشعر ديالك انتي وعائلتك فبختجيها معانا في كومنتر ومرحبا لبناس بالدعوات ديالكم وكما قلت لكم ما تنسوناش من اللي لايكرا فغير ما محتاجي اليوم وعلى بركة الله مشيوا باش نتعرفو على المكوينات المهم اول حاجة قلنا لبناس غتحتاجوا معي ان شاء الله كمية من اورق الغار ها هما يا هنالبناس عندي اه يعني كمية هكذا هي ديالورق الغار ونكن ما نديرش تبصي الكاميرا غا ندير غير شوية 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 يعني ممكن تدير غير درهم جيبها معانا لعطار كيعطيها لانو اورق الغار الحمدلله ما كتبقاش يعني عشبال هي غالية بزاف يعني ما كيعطيكش فيها كمية قليلة للبناس جيبين منها غير درهم واستخدمها في هاد الوصفة كذلك البنات غا تحتاجوا معي ان شاء الله الى مكون جبار حتى وفعلاج كما سنقولو حنا الفراغات واللي هما حبوب الشي ولا حبوب اتي هنا البنات عندي ها غير اتي مكركب انا غا نورده لكم شوفوا وهذا وكذلك البنات غا تحتاجوا معي كيمية ديال القرنفل او الميسمار هانتو مشكيه لجيالها وغا تحتاجوا معي الخرطال ولا الشوفان هو هذا شوفوا هانتو ما اول الخرطال لاش درت الشوفان ولا الخرطال بزي منكم تتقولو يعليش كديري الخرطال ولا الشوفان في الوصفة اللي كيكونوا عبارة عن محلول لانو البنات هاداك الشوفان كيطلق لنا الهلام ديال الترطيب ديال الزغبة في حالو فحال الكيراتين ولا البروتيين هاداك شعليش البنات كان دير اناي الشوفان زوين فعال افكاس ناجح صراحة دي ما كان نستخدموه الحمد لله دائما ما كان لقا عليه غير الاشياء الايجابية فكما قلنا اوراق الغار حبوب اتي القرنفل والشوفان وكذلك البنات ستحتاجوا معي ان شاء الله الى قشور الرمان دي ما سنقول لكم قشور ديال الرمان احسن ما كان لبنات دي ما كان نستخدموه معاكم فكما قشور ديال الرمان قشور ديال رمان وغادين بده وقام ضيفوه في العناسر وفي المكونات اللي العدنا يعني كما قلنا غير شوية ديال اوراق الغار مع شوية الحبوب الشاي وكذلك البنات شوية القرنفل سير الشوفان أو الخرطال يكون البنات رقائق كل شي يكون حبوب تحجا لا تكون مطحونة سوف نضيف السيطر و لايتر مع الماء انه يرقو الفائلية فوق النار منذ 10 دقيق لان العشاب هنا نقوم بكل عشاب انزل الماء فهي لا تريد فائلية السيطر سأخذ كل شي يغلى ومن بعد ينطفي النار لتصفية وانتوما الابنات بقيت معكم مرحلة بمرحلة كل شي يبال لكم ان شاء الله بوضوح فهانتوما دبراه هي النار نقصها يعني مهيلة ووضفتها الاحشاب كاملين الناس لي كتقوليا باش غنعرفوا لغوستطرها نجحات او لوجدات يعني صافي صبحت جاهزة باش نصفها ونستخدموها فالبنات كتعرفوها بانه اللون ديال الوصفة يتغير كي ولي باللون الماغون ولي باللون الاسود كذلك الاحشاب كيبداو يدبلو لكم الريحة والفوران ولا الغلية ديال غوستطر يعني ذوكوا الفوقاعت والوصفة كرتل بالتالي هكذا كتعرفوها دوما المعايير الابنات لي كناخدوهم بعالاعتبار باش نعرفوا لا غوستطر نجحة ولا لا اللون الريحة الغلية وكذلك الاحشاب كنحسو بالريحة ديالهم وكيدبلو لنا أولا تسلق لنا نصف سلق هؤلاء البنت هم المعايير التي نأخذ بها دائما هذه المسألة نحن نبعده لكي يبليكم مزيد هل رأيت البنت الغلية؟ ًا أولا الفورة أو كل واحدة تقول لها هذلك الفقاعات التي بدأت العبتة لها سافرها لا تجعلها تبريد وصفها و تقلقها الضغطة لكي يضغط العليتها لكي يضغط العليتها ارتفاع الاسم ترى اللون رائحة الاسم رائحة الاسم ورائحة الاسم ورائحة الاسم تطبيق المصادر اشترك كبير اشترك كبير خلص برد برد ها هي يا فسافي دابا معلينا الا اننا ناخدوا البخاخ او رشاش ديالكم ووضعوا فيه المحلول بها الطريقة هادي. اخليوا لغوصيت شوية تبرد بشاكدا متحرقوش الفروط الرأس ديالكم. سافي دابا تبدأ ترشي شوية شوية على الشعير ديالك ولكن انت تبرد مسي ببليد ديالك لقاتي سخون ما ديريش لقاتي بارد ديري وانك ترشي المقدمة الاطراف كما تنقلو من القدام دياله حتى اللور دياله كله البنات عمروه عمروه جغجوه خلوه هاكدا كي فازق بهذاك المحلول وانبعد البنات عملو لي السلوفان وللميكا ضروري ان البنات كنديرها علاش لانه كتزيد تعرق لي لغوصيت وكتزيد تنجحها سوا هاد المحلو سوا سابغات سوا خلطات سوا كيغات طبيعي صنع منزلي سوا اي حاجة المساكتان عملاش عديل فكندير السلوفان لكانت بصفات نجاح بخمسين في المياه او مثلا بسبعين في المياه كتولي نجاح بسبعين في المياه او خمسة وتسعين في المياه يعني الوحد النسبة هي عالية بزاك داك شعرات البنات انا را دي ما كندير دي ما كندير هاد لغوصيت هادي والمهم الشي اللي كنت من هاد الفيديو نال الاستحسان ديالكم ونا الاعجاب ديالكم ونا العلاقين لاحقاء retain there a full speed of Libra Hindu واناتطبقوها وكدير وصلو السلوفان كأتخليوا ا ساعة تقريبا بعد تغسلو الي الشعير ديالكم وبعدما what you did you reap بعد تغسلوه هاى اصابة وأخراجه يعني كنت زاكد سوفان كدير سفällt غير الفوطة than what you did you eat غير بفوطة عن وكي تم س اذئر البنات غير بإيك؛og fall الوحمة البنات اتي لم تسني ت сил واناتة دياليومن من هنا يفتحون كماتل إعجاب و الأسحسن لأنه حمدًا إليهم وصفية أقتصادية ثالثة أخذار لقد نظر من الأوائل كتي نتحف بها وستعجل النهاية يتشعر لحبيباتي اشترك لكم على صفحات حزن لا تفعلكم وضع الجرس نعم وإلى اللقاء